الاخراج بالنسبة للنبات مفيش منه اي مشكلة خالص على عكس الحيوان والانسان وده السبع اسباب تعالى نقول عن اوينهم وبعد كده نشرحهم واحدة واحدة اول حاجة علشان النبات الهدم فيه بيكون ابطأ تاني حاجة هي اعادة التدوير النبات بيكون بعملية اعادة التدوير الفضلات اللي بينتجها تالت حاجة وهي انتشار الغازات رابع حاجة وهي تخزين البلورات خامس حاجة وهي تشغيل الدماغ سادس حاجة وهو ان الجدر اكيد ليه دوره سبع حاجة وهي ان النبات بيخرج المية الزايدة عن الحاجة عن طريق النتح والادماع تعالى بعد كده نشرح العنوين دي اللي بتوظف لنا ان الهدم في النبات لا يمثل اي مشكلة اول حاجة وهي كلمة ابطأ عندنا الايد اللي هو تمثيل الغزاب ينتصم الى هدم وبناء والفضلات طبعا بيتم انتاجها عن طريق عملية الهدم زي مثلا التنفس الخلوي اللي بيتم فيه تكسير وادم الجلوكوز لانتاج الطاقة يعني الغرض الاساسي من عملية الهدم هو انتاج الطاقة واكتر الخلايا في جسم الكائن الحي بتحتاج لطاقة وبالتالي بتحتاج تعمل عملية هدم كتير هي العضلات النبات ما عندهوش عضلات علشان كده معدل سرعة الهدم في النبات بيكون اقل بكتير من سرعته في الحيوان وطبعا لو تساوى في الوزن وبالتالي كمية الفضلات النتيجة من عملية الهدم بتكون اقل في النبات عن الحيوان تاني حاجة وهي اعادة التدوير النبات بعد ما بيتم عملية الهدم في الميتوكوندريا واللي بيانتج عنها الفضلات اللي هي سانيوكسود الكربون والمية H2O بيعيد استخدامها تاني ويدخلها الى البلستيدا الخطرة علشان يعمل عملية البناء الضوي اللي بيكون من خلالها الاكسوجين والجلوكوز فبيدخلهم في عملية التنفس الخلوي الى الميتوكوندريا وبيخرج فضلات اللي هي سانيوكسود الكربون وخار الماء اللي هي H2O بدخلها بعد كده في البلستيدا وهكذا والموضوع ده اسمه اعادة التدوير كمان برضو من نمثلة اعادة التدوير عندنا الفضلات النيتروجينية النتجة من عملية تكسير البروتنات النبات بيستخدمها تاني في بناء بروتين كمان مرة ثالث حاجة وهي انتشار الغازات سانيوكسود الكربون الناتج من التنفس الوكسوجيني اللي بيكون ناتج من عملية البناء الضوي هي عبارة عن دازات النبات لما بيبقى مش محتاجة بيتخلص منها عن طريق الانتشار من صغور الاوراق لخارج النبات لان طبعا كميتهم بيزيدوا في داخل النبات وبيكون كميتهم في الخارج مقررة بالداخل قليلة وبالتالي بيحصل انتشار الغازات دي الى خارج النبات رابع حاجة وهي تخزين البلورات في النباتات الارضية بيكون فيه شوية فضلات ناتجة عن عملية الايت الفضلات دي بتشمل كل من الاملاح والاحماض العضوية والفضلات دي مش بتشكل اي ضرر على خلية نباتية لان النبات بيخزينها ايما في السيتوبلازم او في الفجوات الوسرية على شكل بلورات عديمة الزوبان نيجي بعد كده لخامس حاجة وهي تشغيل الدماغ النبات بيشغل دماغه ازاي؟ بيكون فيه نباتات بتنمو في طربة غنية بالكالسام فالنبات بيمتص نسبة كالسام كتير والنبات فعلا بيحتاج لكالسام لانه طبعا من المغزيات الكبرى ولكن لو النبات دا نمى في طربة غنية بالكالسام هيكون عنده كمية كالسام كتير مش هيحتكها في اي حاجة كده كده النبات بيحتوي على كده كده النبات بيحتوي على مجموعة اوراق هتيجي في فصل الخريف وتتساقط النبات بيتخلص من الكالسام الزائد عن طريق انه بيجمعه في الأوراق اللي كده كده هتتساقط وبالتالي هو كده شذل دماغه وتخلص من الكالسيم بسهولة جدا بس ده مش شرط ان الورع اللي بيتساقط بيحتوي على نسبة كالسيم كتير هو كده كده حيتساقط لو النبات عنده كالسيم كتير هيرصبه ويجمعه في الورع اللي هي تساقط ولو ما عمدهش كالسيم كتير كده كده برضو الورع هي تساقط من غير الكالسيم سادس حاجة وهي طبعا طالما الجدر هو احد مقاريات النبات فبالتالي اكيد ليه دور في عملية الإخراج في النبات لان في كتير من النباتات بتخرج جهاز سنوكسود الكربون وبعض الاملاح المعدنية عن طريق الجزور واخر حاجة وهي ان النبات بيتخلص من الماء الزايد يعمى عن طريق النتح او عن طريق الادماع لو نعمل مقارنة سريعة كده ما بين الادماع والنتح الاثنين معناهم خروج مية ولكن الادماع المية اللي هي بتكون عبارة عن الندى اللي بنشوف الصبح يعني احنا بنقدر نتابع الادماع بعينينا على عكس النتح اللي بيكون عبارة عن بخار ماء وبالتالي احنا مش بنقدر نشوفه بالعين المجردة قطرات الماء اللي بتخرج في الادماع بتخرج في الصباح الباكر في نهاية فصل الربيع من اطراف الاوراء عن طريق ان بيكون فيه جهاز دمعي متخصص الجهاز الدمع ده بيتكون من خلية واحدة او اكتر من خلية بيجمع القطرات الدمعية وبيفتح في فتحة مفتوحة باستمرار اسمها الصغر المائي يعني النبات مش بيتحكم في عملية الادماع لان الصغور المائية بتكون مفتوحة باستمرار انما النتح المائية بتخرج في صولة بخار ماء في جميع فصول السنة وبيزيد معدل النتح في الايام المشمسة الدفعة والنتح بيكون فيه منه 3 انواع على حسب المكان اللي بيخرج منه بخار الماء فلو بيخرج عن طريق الصغور الصغور بس ليش الصغور المائية لان الصغور المائية دي يعني كده الادماع وفي الحالة دي بنقول عن النتح ده اسمه النتح الثغري وهنعرف بعد كده النتح الثغري بالتفصيل والنتح ورضه ممكن يكون عن طريق طبقة الكيوتيكل اللي هي الطبقة الشمعية اللي اسمها الكيوتين اللي بتكون موجودة على سطح البشق سواء كانت العلية او السفلة او عن طريق حاجة اسمها العديسات والعديسات دي بتكون موجودة في صقان النباتات الخشبية فقط يعني مش بتكون موجودة في صقان النباتات العشبية الصغور في النتح بتفتح وتقفل يعني كده النبات بيتحكم فيها على عكس الصغور المائية في الادماع كمان القطارات الدمعية اللي بتخرج في الادماع مش بتكون عبارة عن مية بس ولكن بتكون فيها بعض المواد المختلفة على عكس بخار الماء اللي بيخرج في النتح واللي بيقول عبارة عن مية فقط وما فيهوش اي مواد فخرة واخر حاجة القطارات الدمعية بيكون كميتها وليلة على عكس كمية الماء المفقود عن طريق النتح اللي بيكون كميته كبيرة كده احنا خلصنا كل الكلام اللي في الادماع فاضل نتكلم بتفاصيل شوية عن النتح قلنا أن النتحة في منه 3 ألواع نتح سغري ونتح كيوتيني ونتح عديسي النتح السغري بيتم فقد الماء عن طريق الصغور والمية اللي بيتم فقدها عن طريق النتح السغري بتكون حوالي أكتر من 90% من إجمال الماء الكوي اللي بيفقده النبات وأغلب النتح بيتم عن طريق الأوراق لأن الصغور بتكون أكتر وجوداً في الأوراق عن أي عضو تاني في كل المجموع الخدري للنبات تعال كده نرجع مع بعض تركيب الورقة الورقة بتتكون من 3 نسيجة أول نسيج هو نسيج البشرتين البشرة العلية والبشرة الصفلية كل بشرة منهم عبارة عن صف واحد من خلايا برميلية الشكل والخلايا دي طبعاً برانشمية عديمة اللون وبيكون عليها من الخارج مادة شمعية اسمها الكيوتين أو الكيوتيكل طبعاً الكيوتين دي بتغطي البشرتين العلية والسفلة معادة فتحات اسمها الصغور بيمر من خلال الصغور دي الغازات زي سنوكسود الكربون والأكسوجين والبخار الماء والصغور دي بتفتح وتغفل لأنه بتحكم فيها خلايا اسمها الخلايا الحارسة النسيج التاني من الورقة هو النسيج الوعاي اللي بيشمل كل منه الخشب واللحاء وإحنا طبعاً عارفين وزيفة الخشب وعارفين اللحاء وخدناه قبل كده النسيج التالت وهو النسيج الميزوفيلي أو النسيج المتوسط اللي بيشمل كل منه الخلايا العمادية اللي بتكون موجودة فوق والخلايا التانية اسمها الخلايا الاسفنجية اللي بتكون موجودة تحت الخلايا العمادية وظيفة الخلايا العمادية هي أنها بتقوم بعملية البناء الضوي لأنها بتحتوي على عدد كبير من البلستيديات الخضراء وبرضه الخلال السفنجية بتقوم بعملات البناء الضوي ولكن بنسبة قليلة لأنها بتحتوي على عدد قليل من البنستيات الخضرة ولكن الوظيفة الأساسية للخلال السفنجية هي تبادل الغزاة لأنه بيكون الوقود ما بينها مسافات بينية وعلشان كده احنا بنلاحظ أن عدد الصغور في الأوراق بيكون في البشرة السفلية أكثر من البشرة العلية لأن البشرة السفلية عندها النسيج السفنجي اللي بيحتوي على الغرف الهوائية والمسافات البينية اللي بيحصل فيها النتح السغري النوع الثاني من النتح هو النتح الكيوتيني وضع بارعا خروج بخار الماء من خلال طبقة الكيوتيني الشمعية اللي بيضغط سطح البشرة العلية والبشرة السفلية يعني طبقة الكيوتيني الشمعية دي مش بيمنع مرور الماء لأنه أصلا بيمر من خلالها بخار ماء وفي الحالة دي بنقول على النتح ده اسمه النتح الكيوتيني والنتح الكيوتيني كمية الماء المفقودة فيه بتكون حوالي 5% والنوع الثالث من النتح واللي مش بيكون موجود في جميع النباتات اسمه النتح العديسي عندنا سيقان النباتات أو النباتات عمتا بيتم يتعسمها إلى نباتات عشبية ونباتات خشبية النباتات العشبية اللي سيقانها بتكون خضرة زي مثلا الملوخية والبقدونس وغيرها والنباتات الخشبية زي الأشجار المعملة زي مثلا الفيقس واللمون وغيره الجدار بتاعها من الخارج بيحتوي على خلايا فليلية والخلايا الفليلية دي بيكون فيها فتحات اسمها العديسات والمية لما بتخرج في صورة بخار ماء من خلال الفتحات اللي هي العديسات دي بنقول على النتح ده اسغل والنتح العديسي يعني النتح العديسي ده بيحصل في النباتات الخشبية المعمرة فقط نيجي بعد كده لفوايد عملية النتح النتح بيقول لي وظيفتين أول حاجة هو أنه بيخفف من حدة ارتفاع درجة الحرارة وتاني حاجة هو أنه بيساعد على رفع الماء والأملاح من الطربة النتح بيخفف من درجة حرارة النبات لأن النبات بيمتص كمية كبيرة من الطاقة والطاقة دي بتكون في صورة حرارة أو بتتحول إلى حرارة داخل أنسجة النبات وإحنا عارفيني أن النبات بيمتص الطاقة الحرارية دي علشان يقدر أنه يعمل عملية البناء الضوي والزيادة في الحرارة عن حاجة النبات بتسبب ارتفاع درجة الحرارة في الأوراة وخصوصا طبعا في الأيام المشمسة الدافئة وده بيضر البروتوبلاست وبيموته وبالتالي دور النتح هو أنه بيقلل من درجة الحرارة النسبية خلينا بس نعرف أن الخلية النباتية بتتكون من جدار خلوي وبروتوبلاست اللي بيحصل له ضرر نتيجة ارتفاع درجة الحرارة هو البروتوبلاست وليس الجدار الخلوي لأن الجدار الخلوي مش بيتحلل عشان كده لما يجي واسألك يقول لك مثلا هل يحدث ضرر أو تحلل للجدار الخلوي نتيجة ارتفاع درجة الحرارة؟ هتقول لي لا اللي بيحصل له ضرر هو البروتوبلاست طيب ايه هو البروتوبلاست؟ البروتوبلاست بيشمل كل من الغشاء البلاسمي والبروتوبلاسم والغشاء البلاسم احنا عارفينه والبروتوبلاسم بيتكون من النواة والسيتوبلاسم والسيتوبلاسم بيشمل كل من السيتوزول اللي هو عبارة عن مية عيمة كده فيها العضيات والعضيات دي كده زي مثلا ميتوكوندريا والشبكة الاندوبلازمية وغيرها يبقى احنا كده كل العضيات اللي موجودة في الخلية معادة النواة عيمة في مية اسمها السيتوزول العضيات والسيتوزول بيكونوا السيتوبلازم والسيتوبلازم والنواة مع بعض بيكونوا البروتوبلازم والبروتوبلازم والغشاء البلازمي بيكونوا البروتوبلست والخلية النباتية بتتكون من البروتوبلازم والقدار الخنوي الوظيفة النتيجة للنتحة هو أنه بيساعد على رفع الماء والأملاح من الطربة وإحنا طبعا عارفين أن فيه قوة اسمها قوة الشد النشاعة عن النتح اللي بيحصل هو أن الماء بينتقل من الطربة إلى الشعيرات الجزرية للنبات بخاصية اسمها الخاصية الأسموزية الخاصية الأسموزية يعني انتقال الماء من الوسط اللي تركيز الماء فيه عالي إلى الوسط اللي تركيز الماء فيه قليل وتركيز المواد الزائبة في عصارة النبات بتكون عالية وبالتالي تركيز الماء بيكون أقل وتركيز المواد الزائبة في الطربة بتكون عليلة يعني تركيز الماء عالي وبالتالي بينتقل الماء بالضغط الاسموزي من الطربة إلى الشعيرات الجزرية وبعد كده بينتقل الماء من الشعيرات الجزرية إلى أنسجة الجدر الداخلية وبيفضل ينتقل لحد ما يوصل لوعيته كصيبات الخشب لحد هنا الضغط الإسموذي بيوقف ومش بيقدر يحرك المية الأعلى علشان بيكون ضد الجذبية الأرضية وده اللي تم تفسيره حسب ظاهرة الضغط الجذي من هنا بتيجي نظرية التماسك والتلاصف وقوة الشد النشاعة عن النت وتفسر سعود الماء في أوعية الأشجار لمسافات ممكن توصل ل125 مت المية لما بتخرج من جدران خلايا النسيج الميزوفيلي اللي هو النسيج المتوسط بتنتقل للمسافات البينية بين الخلايا ومنها بتنتقل للغرف الأوائية وبعد كده بتخرج عن طريق الصغور فلما تخرج المية من خلايا النسيج الميزوفيلي بتزود تركيز عصارتها تدريجية فبيزيد الضغط الإسموذي لها فتبدأ أنها تسحب المية من الخلايا اللي جنبها واللي جنبها تاخد من اللي جنبها لحد ما توصل لأوعية الخشب فبيكون فيها عمود متصل من المية داخل أوعية الخشب بسبب قوة التماسك بين جزيئات الماء وبعضها فتبدأ الخلايا أنها تسحب المية من أوعية الخشب وبالتالي قوة النتح تسبب ارتفاع الماء والأملاح من الطرب نيجب بعد كده للعوامل اللي بتأثر على معدل النتح في النبات أول حاجة وهو مساحة سطح الأوراق وعداتها إحنا طبعا كده عرفنا أن معظم النتح بيتم عن طريق الصغور والصغور دي بتكون أكثر وجودا في الأوراق عن أي عضو تاني من المجموع الخضري الكل للنبات وبالتالي كل ما يزيد مساحة سطح الأوراق أو يزيد عدتها فبيزيد معدل النتح تاني حاجة وهو عدد الصغور برضو كل ما بيزيد عدد الصغور بيزيد معدل النتح تالت حاجة بتأثر على النتح هو درجة حرارة الوسط المحيط كل ما بتزيد درجة حرارة الجو بيزيد معدل النتح علشان يخفف من حدة ارتفاع درجة الحرارة زي ما فهمنا في فوائد النتح رابع حاجة هي نسبة رطوبة الجو نسبة رطوبة الجو يعني نسبة بخار الماء الموجود في الجو وبالتالي كل ما تزيد رطوبة الجو يعني بتزيد نسبة بخار الماء في الجو وبالتالي بيأثر على النتح بالسلب يعني علاقة عكسية بيقين لمعدل النتح والعكس صحيح كل ما تقين لرطوبة الجو بتقين لنسبة بخار الماء في الجو فبيزيد معدل النتح فهمس حاجة وهو معدل امتصاص الماء النبات لما يمتص مية كتير بيزود من معدل النتح علشان يتخلص من المية في صورة بوثار ماء والحقيقة احنا محتاجين نفرق ما بين رطوبة الجو ورطوبة الطربة لان رطوبة الطربة يعني مية كتيرة في الطربة وزيادة رطوبة الطربة بيزود من معدل امتصاص النبات للماء فبيزود من معدل النتح يعني كده رطوبة التربة لها تأثير عكس رطوبة الجو على معدل النتح زيادة رطوبة التربة بيزود من معدل النتح يعني كده علاقة ترضية ولكن زيادة رطوبة الجو بيقلل المعدل النتح يعني علاقة عكسية وآخر حاجة بتأثر على النتح هو زيادة شدة الضوء أثناء النهار لأن زيادة شدة الضوء يعني زيادة معدل بناء الضوي وبالتالي زيادة الماء الناتج عن عملية البناء الضوي وبرضو زيادة الحرارة فبيحتاج النبات إنه هو يخفف من حدة ارتفاع درجة الحرارة فبيتخلص النبات من الحرارة وبتخلص من الماء الزائد عن حكته في صورة بخار ماء إنه هو النتع يعني زيادة شدة الضوء بيزود من معدل النتع وبكده نبخلصنا درس الإخراق في النبات لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه مش مشترك وبرضو ما تنساش تعمل مشاركة مع صحابك علشان الكل يستفيد اشتركوا في القناة